نعم فعليا اغلاقات واسعة تشهدها مناطق شمال غرب نابلس في هذه اللحظات منذ قرابة الساعة بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي بفرض سلسلة اغلاقات بدءا من محيط دوار دير شرف الى الغرب من المدينة وصولا الى مستوطنة شافي شامرون الى طريق الناقورة الى ما يعرف بالتفاف زواتة منع حركة المركبات الفلسطينية وحتى ايضا ما يعرف طريق السبعتاش الرابط بين مدينة نابلس وبلدة عصيرة وقرى شمال غرب نابلس كل هذه المناطق تشهد تواجد عسكري اسرائيلي واليات عسكرية بهدف تأمين خط انطلاق الحافلات والمركبات الاستيطانية من مستوطنة شافي شامرون وصولا الى قمة جبل عبال حيث نتواجد على بعد عدة كيلومترات يعني في هذه اللحظات ويرصد لنا الزميل شادي هذه الصور المباشرة لعدد من مركبات المستوطنين التي بدأت فعليا بالوصول الى قمة جبل عبال في هذه النقطة هنا اطماع استيطانية قديمة حديثة متجددة يحاول المستوطنون تكريس هذه الاطماع من خلال الاقتحامات المتكررة احتفالات واجواء صاقبة مناطق ترفيهية للاطفال في هذه النقطة وبطبيعة الحال هي ضمن الزيارات المتكررة لفرض الاطماع الاستيطانية النقطة هامة سيما وان هذه المنطقة تربط مناطق شمال غرب نابلس بالمنطقة الشرقية بمدينة نابلس باتجاه منطقة ما تعرف المساكن نحن على بعد فقط نحو ثلاث دقائق من الوصول الى مدينة نابلس لكن يمنع منع بات عملية الدخول وبالتالي هناك تضييقات كبيرة تشهدها هذه الطرقات في هذه اللحظات لتأمين المسيرة طبعا الاعداد حتى هذه اللحظة لا يمكن القول المئات نحن نرصد فقط عشرات المستوطنين حتى هذه اللحظة من المفترض ان تستمر هذه المسيرة وعملية الاقتحام للمستوطنين والدعوات كانت واضحة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي للجماعات الاستيطانية بضرورة رفع الاعلام الاسرائيلية على المشارف مدينة نابلس على الجهة المقابلة وصلتنا بعض الصور ومقاطع الفيديو تؤكد ان المستوطنين فعليا رفعوا الاعلام الاسرائيلية على قمة جبل عبال في هذه النقطة وان الاقتحام سيستمر الى الواحدة ما بعد الظاهرة هذا اليوم لكن المنطقة معزولة تماما وبالتالي لا نرى حراكا او مواجهة فلسطينية اسرائيلية استيطانية في هذه المنطقة سيما ما اشرت اليه في البداية وهي ان الاغلاقات واسعة كبيرة تشمل عدة طرق وعدة قرى وعدة بلدات شمال غرب نابلس طبعا هذا يأتي ضمن الاحتفال في ثالث يوم عيد العرش اليهودي اليوم هنا في قمة جبل عباد وغدا المستوطنين سيعاودون الوصول مجددا الى بلدة سباستيا الى الموقع الاثري في تلك النقطة طبعا لطبعا زيارات متعلقة بهذه المنطقة لربما فقدت الاتصال معكم لكن بطبيعة الحال الاوضاع تشهد الاقتحام المستمر للمستوطنين نوعا ما هادئ سيما في ظل الاغلاقات الكبيرة للمنطقة لم تفصل معنا رأيناك وسمعناك بشكل جيد خالد بوديرش مراسل الغد كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر